السلام عليكم طبع الفل عليكم اليوم جميل ان شاء الله ودايما اتطمن عليكم بخير يا رب دايما ان شاء الله اهلا بكم مرة تاني اغلس عليكم واطلع عينيكم عادي فيش مشكلة النهاردة هنتكلم ونكمل القصة وننهيها بتاعة الكرماتوجرافي وان شاء الله يبقى فضل لنا محاضرة واحدة بس عن حاجة جميلة او اسمها التيشو كالشر وهتبقى جميلة جدا جدا ازاي تخلي تطلع ان شاء الله من خلية تطلع نبات جديد ازاي تغير صفات دي المحاضرة اللي جاية ومحاضرة شيقة جدا وحلوة قوي وحتعجبكم ان شاء الله جدا لكن قبل ما نقولها نقول المحاضرة بتاعة النهاردة ان شاء الله ننهي بها الكرماتوجرافي وبرضو هي محاضرة لطيفة وجميلة والكرماتوجرافي زي ما قلنا عبارة عن علم السيباريشن وده فيزيكال ميسود للسباريشن واللي الفيزيكال ميسود للسباريشن دي ما هياش فيها كيميكال راكشن واللي احنا مقصود بيها ان احنا نفس المواد من بعضها اللي هي السامبل بتاعتي باستخدامتوا فيزز واحد اسمه موبايل فيز والتاني اسمه ستيشناري فيز واللي الموبايل فيز ده اما يبقى جاز اما يبقى ليكويد زي ما قلنا ويمكن هنتكلم عن الحكاية دي النهاردة تاني ولو كان الموبايل فيز جاز بنسميها جاز كرماتوجرافي كان ليكويد بنسميها ليكويد كرماتوجرافي المتحرك اللي هو الموبايل فيز جاز ولا ليكويد طيب واللي استيشناري فيز يا صولد يا ليكويد ما ينفعش يبقى جاز اكيد واللي احنا بالفعل خدنا من الكرماتوجرافي خدنا منها البيبر كرماتوجرافي واللي استيشناري فيز بيبقى عبار عن سليلوزيج بيبر جواها فيها مية هي دي اللي بتشتغل يعني ده يعتبر الاستيشناري فيز فيها ليكويد يعني ده اسمه بارتيشن وخدنا تي اللي سي اللي هي تين لير كرماتوجرافي ودي الاستيشناري فيز فيها بيبقى حاجة اسمها سيليكا جيل وده صولد وده بيشتغل بالأدزوربشان يعني ان هو صولد يعني الاستيشناري فيز تسمياه زي ما قلنا لو حسب الاستيشناري فيز كان صولد بنسميها ادزوربشان لو كان ليكويد اللي هو المية ما بين البويدز او الفراغات بتاعة سليلوز بتاعة Youngies بتاعت البيبر بتاعت البيبر كرماتوجرافي بنسميها بارتيشن وبعدين خدنا الكولم كرماتوجرافي بنوعيها ادزوربيشان وبرتيشن حسب الاستيشناري فيز اللي موجود عندي واتكلمنا عنه أنواعه بيفصل إزاي والنهاردة هنخش في تكملة للقصة دي حضراتكم ونشوف بقية الكرماتوجرافي في حاجة اسمها جيل كرماتوجرافي أو بيسموها sometimes GC بس أنا ما بحبش يسميها GC مع أنه GC اختصار جيل كرماتوجرافي لأنه هيبقى عندنا بعد كده حاجة اسمها GC ودي الأكثر شيوعا حاجة اسمها الجاز كرماتوجرافي جيل يبقى لستيشنا رفيز بتاعي حاجة كده زي الجيل عاملة زي الجيلي واللي الجيل كرماتوجرافي له أسامي تانية له size exclusion كلمة size يعني حجم لأنه بيقدر يفرق ما بين ويفصل الحاجات اللي لها small size من الحاجات اللي لها big size يعني المونوساكرايد من الدايساكرايد الجليكوسايد من الأجلايكون بغض النظر يعني حاجات مختلفة الأحجام exclusion يعني طرد يعني طرد للحاجات وهنعرف اللي بيطرد مين الأول الكبير ولا الصغير هنشوفها دلوقتي عشان كده بيسموها size exclusion كرماتوجرافي أو بياخدوا أول حرف S-E-C ليها برضو تسمية تانية molecular exclusion حسب molecular weight أو الفرق ما بين الparticles بتاعة السامبل وبعضها أو بيسموها molecular sieving chromatography أو sieve واللي دي منخل يعني بينخل بيفرق الحاجات الصغيرة من الكبيرة أو بيسموها gel filtration أو gel permeation depending حسب هل الموبايل فيز المستخدم بتاعي مياه نسميها gel filtration هل هو organic solvent؟ يسموها gel permeation كل دي مسميات للجيل كرماتوجرافي أخرى تانية الجيل كرماتوجرافي بيبقى فيها اللي stationary phase عبارة عن porous material matrix عاملة زي السفنجي كده spongy بيسموها gel واللي هذا الجيل بيبقى three dimensional يعني 3D يعني عامل زي الشبكة كده مهواش true D ده 3D مخرم والporcise ده مهم وبيختلف من stationary phase للتاني والديامتر بتاع البورز دي مهمة جدا critical critical يعني هامة بصورة رهيبة ليه هنفهم دلوقتي حالي إن شاء الله واللي البورز المهمة جدا دي لما بيبقى عندي حضراتكم في particles كبيرة أو particles صغيرة لو أنا جبت منخل عادي سيف عادي خلي بالكوا كويس جبتي سيف يعني منخل زي اللي كانت جديتي بتنخل بيه دقيق والمش عارف مين والحاجات دي جبنا سيف وحطينا عليه حاجات كبيرة أو حاجات صغيرة مين اللي هيقعد فوق ومين اللي هينزل من السيف من المنخل ها قولوا كده أيوة صح الكبير هيقعد فوق والصغير هينزل من المنخل طب إيه رأيكم إن في جيل كرماتوجرا فيها يحصل غير كده عكس كده إزاي يعني البارتكلز بتاعة السبونج دي حضراتكم بتبقى فيها بورز فبتسمح إن الصغير يخش جوه يلعب يقعد شوية على بالمك كبير يحصل له إيه ينزل لتحت الأول يبقى في size exclusion أو في الجيل كرماتوجرا فيه أو الجيل فلتريشن أو الجيل فلتريشن أو مولوكتر كرماتوجرا فيه مين اللي إكسيكلودد فرست إكسيكلودد يعني بيتطرد الأول اللارج بارتكلز اللارج بارتكلز بيتطرد فين الأول وبعدين ينزل الصغيرين دولو ينزلوا بعدين بالزبط ببسلها بحاجة جميلة قوي كأن إنت مثلا إنت راجل كبير أو إنت كبيرة ورحتوا معاك عيل صغير رحتوا فين يا سيدي رحتوا في محل أو مول كبير المول ده في محلات شوكولاتة وفي محلات مش عارف مين وفي مش عارف إيه وحاجات كده فهتبص تلاقي العيل الصغير ده يحصل له إيه يخش من المحل ده يخرج من ده يخش من ده يخرج من ده وإنت زهقان وأرفان فتقوم إيه خارج من المول الأول وساي بالوقت جوه مش مهمة بقى حد يختفوا مش مشكلة ولا همك يعني كبر دماغك عادي يعني أنا بهزر طبعا فحضراتكم برضو هي بنمثلها بي بصوا كده حضراتكم أهو عندي ده كده البارتكل بتاع فليستيشن ريفيز اللي بقى هنا أهو في فراغات في بورز مهمة جدا حجمها فالصغير بيخش فيها والكبير ملوش مكان أهو بصوا كده أهو بيسموها جيل برميشن أهو بيعتمد على إيه بيعتمد على الصايف ده وبقى فيه عبارة عن جيل اللي هي البارتكلز دي من مواد مختلفة بوليس تايرين جيل ديكستران حاجات كده أجاروز أهو أهم حاجة جيل ده لو بور سايز معين ماش مهم دي أهو المهم أن البارتكلز الصغيرة بتخش فين أهو بتخش جوه لكن الحاجات الكبيرة ما بتعرفش تخش جوه طيب التالي بتنزل في الأول والموبايل فيز بيتانه إيه وفي الآخر المواد اللي خارجة في الأول بتروح على ديكتور يقسها وهكذا أهو أهو الكبير بينزل تحته الصغيرين بيحصل لهم انتراب منت جوه مهم وبعدين الصغير بينزل بعد كده عادي خالص مفيش مشكلة تمام اهو برضو ايه ده فيديو برضو تاني بيتكلم عن او حاجاته كلها اهو بصوا بصوا ده بصوا ده بصوا ده الكولم اهو جوه السامبل نازلين الحاجات الصغيرة مع الحاجات الكبيرة اهو ده صغير مع اكبر مع اكبر مين اللي حينزل تحت الاول؟ الكبير اهو زي وترسم اللي حتطلع ترسم بيك وبعدين اللي يطلع اللي بعده اللي تخرج بعدها يبقى الحمرة بعدها اللي صغر منها بعدها ديك الآخر اهو الحمرة خرجت رسمت بيك الخضرة خرجت هترسم بيك البنفسيجي دي او البيربل دي خرجت هتخرج دلوقتي بعد شوية هترسم لي ايه بيك يبقى مين اللي اكسيكلودد فرست اللارج موليكول اكسيكلودد فرست او البنفسيجي دي خرجت او البيربل رسمت بيك معايا حضراتكم اهو نفس الكلام انا بس عايز كل اللي عايز اوصله ان انا عندي دي بفصل بيها البارتكلز الكبيرة مع الصغيرة الصغير بيخش جوه يهيص في التوهند اللي جوه المتاهل اللي جوه على بال ما الكبير ينزل فين تحت الاو وصلت الفكرة وبالتالي الموبايل فيز ممكن يبقى مياه او الالكحول عادي بيحصل سيباليشان حسب الايه الموليكولر ويت او السايز وبيوزعوا نفسهم اللي بقى بره واللي بقى جوه اللي جوه الصغير طبعا واللي واللي موليكولز اكسيكلودد ايه كان صغير بتقعد كتير الاخر والبروتين ينزل في الاول نقدر نفرق ما بين حاجات بيقوليها موليكولر ويت مختلف ميوكوبوليساكرايد من سولبل الرن ايه معيجلوبن من هيموغلوبن حاجات كتير او ممكن ايه نعمل لها سيفاريشن من بعضها تمام ممكن اجيب في اللي فات ده رسمة واقولك مين اللي اكسيكلودد فرست او اكتبها اسألك اكورد جيل كرماتوجرافي سمول موليكولز اكسيكلودد فرست تقولي غلط طبعا يبقى الله هارجي موليكولز النوع التاني من الكرماتوجرافي اللي هنتكلم عنه النهاردة بعد ما اتكلمنا عن البيبر والسينليير كرماتوجرافي والكولم والجيل كرماتوجرافي بنتكلم عن حاجة اسمها Affinity Affinity بتاعني ان فيه certain affinity قابلية حب ما بين حاجتين وبعضهم البعض Enzymes Antibody Antibody الحاجات دي كلها لها certain affinity طيب انا عايز اعمل Separation لحاجة معينة فبعمل ايه بجيب حاجة اسمها Matrix الماتريكس دي بدخل عليها حاجة اسمها Legend يخش هنا اهو دخل اهو وبعدين يا سيدي ده بقى اسمه Immobilized Legend يعني ده مش هيتحرك هيقعد كده وبعدين انزل السامبل فالسامبل هتقوم ايه جاية مسكة السامبل دي بيبقى معها impurities زي دول كده بس انا عايز اخد دي انا اضافها من impurities دي اعمل ايه فالسامبل هتمسك لانها تعرف تخش في هذا position في certain affinity ممكن يبقى ده سبستريت معينة السامبل بتاعتي وده انزايم معين ممكن ده Antibody وده Antigen او العكس فده انا بافصل ده من impurities افصل حاجة موحددة تعرف تخش هنا Antigen من Antigen تاني Antibody من Antibody تاني باكسين من باكسين تاني سبستريت من سبستريت تاني المهم ان دي هتخش هنا والاكمبيورتز ايه تنزل طب دي المسكة السامبل ايه فنقوم جايبين حاجة منزلينها عليها بنفس شكلها بنفس تخش على نفس الفيتنج فايت ده تقوم تنزل السامبل مرة تاني بصورة بيور هذا الموضوع بنسميه ايه affinity chromatography اهو جبت الميتريكس حطيت عليها Antigen معين خلاص وبعدين هخلي الantibody يمسك عليها اللي انا عايز افصله اهو بشارط ان يكون specific لهذا الantigen وبعدين فيه antibodies اخرى تانية بس ما تعرفش تمسك في هذا الصايد هتنزل تحت اهو نزله تحت اي حاجة تانية مواد تانية مش антиbody اصلا اي حاجة تانية هتنزل تحت اهو نازل سواء انتبادي غير الانتبادي بتاعي بتاعي ده اللي هو اللحمر ده او النبيت ده ينزل اي يمسك واي حاجة غيره اللي هو اللي اخضر ده ينزل اي حاجة انان انتبادي حتى اي بروتين حينزل تحت ساهمين حضراتكم يبقى دي وبعدين لما حب انزل بقى الانتبادي بتاعي ده اللي انا عايز افصله اه احط حاجة اقوى منه تقوم زي حال عملية عملية قوة مين اقوى من التاني هفيه سيرتن افينيتي دي بنسميها افينيتي كرماتوجرافية واللي دي بنستخدم جيل ماتريكس او ماتريكس حاجة اسمها الاجاروز واللي ده بيجيبوه من بعض انواع الالجي واللي حضراتكم ده بيحصل انترابمنت لماتيريا المعينة حسب الافينيتي بتاعتها للانتجين بتاعي النوع اللي بعد كده من الكرماتوجرافية هو اسمه اين اكسيتشينج كرماتوجرافية اين يبقى فيه ايون معين ايون يعني حاجة عليها تشارج بوزتيف او نيجاتيف يعني اما نقول ملح الطعام الاكل اللي احنا بنكل بيه دوان الملح ده عبارة عن سوديوم كلورايد سوديوم عليه بوزتيف اتشارج وكلورايد عليه نجد اتشارج مش كده لكن السكر معلهوش اتشارج فبالتالي لو انا عايز افصل سكر من ملح بعض الناس اللي اطافي يقولك ايه طب انت لو انت عايز تجيب ايه تفصل شوال سكر دخل على شوال ملح عايز تفصلهم ففيه ناس لطيفة يقولك ايه يقولك بص بقى انا هعمل ايه انا هجيب بس ما اتحكوش هجيب نمل انت ياكلوا السكر ونفس الملح الوحدي طبعا ايه انا عارف ان انا غلس بس ايه بعض الناس الغلسة بتقول الكلام ده في الاينكس تشينج بيحصل ان انا باستخدم نشوف الاول الشكل عامل ازاي كده بيبقى عندي حاجة اسمها ميتريكس بوليمر احيانا بيسموه ريزن اللي هو الميتريكس دي دي اللي انتوا جايتنها الخطوط اللي هي دي ودي بتتكون من حاجة اسمها البوليس تايرين كروس لينكت باي داي بايني البنزين البوني ده ده بوليس تايرين حاجة اسمها بوليس تايرين واللي ماسك فيه عشان يعملوا في سورة شبكة كده حاجة اسمها داي بايني البنزين قريبين جدا في الاستراكشار من بعضهم على فترة وبعدين يبقى ماسك عليه حاجة اسمها فكسد تشارج اللي هنا مثلا دي عليها نجا دفتشارج اهي يعني ايه فكسد يعني مربوطة ما بتتغيرش ومال مين اللي بتغير اللي عليها بوزت تشارج اللي عليها بوزت تشارج دي هي دي اللي حضرتكم ايه بتتغير فبيسموها اكسد شينجابل كاونتر آين او اكسد شينجابل آين او كاونتر آين دي اللي بتتغير ايه بتتغير طب ايش معنى دي اللي بتتغير دي بتغيرش لاني الفكسد تشارج دي ممسوكة ببند قوية جدا لكن الكاونتر آين او الاكسد شينجابل آين دي ممسوكة ببوندو ضعيفة حاجة اسمها باندربال فورسز وبالتالي بنقول ان حضراتكم هيبقى سهل تغيير دي طب اللي هيتغير دي عليها ايه بولتفيت شارج يبقى اسمها كاتايونيك كاتايونيك عليها بولتفيت شارج لانها بتروح لحاجة اسمها يعني هي جائس تسميتها بس مش هنا كاتسميتها منها بتروح للكاثود والكاثود ده عليها نجد بس هي عليها بولتفيت شارج فدي لو عليها بوزتف كاونتور آين او اكستشينجابل آين دي حضراتكم بنسميها كاتايونيك اكستشينجر طب لو عكسنا يعني لو الفيكسيت شارج هي البوزتف واللي هنا دي نيجاتف دي ساعتها هنسميها آنيونيك هنا مثلا اهو عملنا ايه ايه دي حضراتكم الريزن بتاعي او الستيشناري فيز بتاعي الاول اللي اسمه آين اكستشينج دي الميتريكس وعليها بوزت فيكس دي الشارج ونيجاتف كاونتور آين اللي بيغير هيغير مع السامبل دي السامبل اهي الايونات اللي فيها يعني ممكن ده يبقى مسلا سوديم كلورايد مين اللي هيغير يا سيدي السوديم ولا الكولورايد لا الكولورايد عشان عليها نيجاتف فالكلورايد حتقوم مغيرها هنا مكان الايونات دي اهي الكولورايد قعدت والايونات اللي كانت موجودة عندي على الستشن رفيز او الريزن هتنزل تحت طيب لما دي مسكت انا بقى عايز انزلها عايز انزل الكلورايد اقوم جاي بحاجة عليها نجد فيتشارج بقوة كمية كبيرة تقوم جاي عليها حضراتكم ومغيرها لي ومنزلها لي ونسمي العملية دي عملية الاليوشن ولذلك حضراتكم لما نيجي نبص هنا كده بنقول ان انا بيبقى عندي حاجة اسمها اينكس اتشينج ريزن عبارة عن ميتريكس ماسك فيها فيكس ديتشارج سواء بوزتيف او نيجاتيف وكاونتر اكتد باينز اخرى تانية لوسلي اتاتش تو دي ميتريكس واللي دي بتبقى عكس الفيكس ديتشارج واللي لو الفيكس ديتشارج نيجاتيف تبقى هي بوزتيف لو الفيكس ديتشارج بوزتيف تبقى هي نيجاتيف وهي دي اللي بتبدل الكاونتر اينز او الاكس اتشينج بالاينز واللي دايما الموبايل فيز هنا بيبقى عبارة عن مية عبارة عن ايه عبارة عن مية والمية دي حضراتكم هي دي الموبايل فيز اللي لما حب أغير بقى واعمل عملية الاليوشن أبتدي حضراتكم أعمل ايه أحط فيه المية اللي هي الموبايل فيز أحط في الموبايل فيز designs هذه الآينز هي اللي هتعمل ايه عملية التبديل مع الآينز اللي هي عشان يحصل لها displacement للكاونتر اينز دي فكرة الاين اكس تشينج واللي نبص كده على ده بيكلم عن الاين اكس تشينج اهو اهو بتبقى بتقولك ان بيحصل الكلام ده في اربع مراحل عملية اكولبريشن يعني الاول انا بقى ايه باعمل اكولبريشن للستشنري فيز وبعدين اعمل ابليكيشن للسامبل ثم عملية اليوشن اللي احنا قلناهم دول قلناهم طيب انا عايز ارجع الريزن الريزن ده كان عليه مثلا اه 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 افتدي حضراتكم اعمل ايه اغير عايز اغير الويتش نيجاتيف دي فاقوم اعمل حاجة اسمها عملية ري جنريشن ارجعه لوضعه الاصلي تاني اه ان ارجعه لوضعه الاصلي مرة تاني اه اه اهو ده الكلام الاولاني خالص اللي انا ايه بالنسبة لي حضرت الميتريكس واده الفيكتر تشارج واده الكاونتر اينز بتاعتي اهيه اللي موجودة على الستيشنر الفيس خلاص تمام وبعدين اهو بحط السامبل اهو هتمسك وبعدين اهو دي السامبل ومعها ايونات هتخش وتمسك بعد ما ما اسكت بقى عايز اعمل لها اليوشن اعمل ايه انتو ملاحظين ملاحظين اني السامبل بتاعتي ممكن يبقى عليها نجي في تشارج واحدة او اتنين او تلاتة واتفر مش مهم بغض النظر عن اللي تشارج بغض النظر عن اللي تشارج فدي مفيش مشكلة خالص في اللي تشارج سواء عليها تشارج واحدة او اتنين او تلاتة بيمسك المهم تبقى تشارج نوعها ايه positive ولا نيجاتيف اهو وانسي انها مسكت السامبل حنقوم حطين مع المية اللي بيبقى عادتها معها حاجة اسمها buffer بنحط معها اينز فيها نيجاتيف تشارج فيبقى ده ده انايوني كريزن ده اللي بيبدل يبقى ده حضراتكم يشيل الايه سامبل اهو نزل اهو عمل ايه شارل الحاجات دي اهي نزلوا نشيل بقى ونرجع كل حاجة ما كانها تاني ده اسمه regeneration اهو اهو ادي الاخشانجر الستشنري phase resin علي فيكس دي شارج نيجاتيف الكونتر اين اللي بيغير بوزتف بقى ده كتايونيك شكده اهو زي مثلا هنا كده اهو ده اكزامبل الاخش دي الميتريكس السي او نيجاتيف دي هي الفكس دي شارج دي علي نيجاتي شارج واللي بيبدل هو اله بوزتف دي معايا حضراتكم اهو او دي اكزامبلز مثلا انا عندي ريزن اللي عليه شارطة ده ده معانا لي ده الايون اللي موجودة على الرزن يبقى ده هو عبارة عن الهي بوزتف دي شارج يبقى ده ككتايونيك ككتايونيك خلاص منزل على الرزن بتاعي سامبل كالسيوم كولورايد فيها كالسيوم �ولورايد الكالسيوم هيمسك مكان السوديوم يبقى السوديوم ده اللي كان على الرزن اللي على الهي اهو هو اللي بقى دلوقتي الكلسيوم اللي قاد än فاهمين حضراتكم؟ طب أنا عايز أرجع الكالسيوم اللي مسك على هذا الريزين ده أحط حاجة من فوق تاني فيها سوديوم كتير يبدل مكانها طب هتقول ليه أول مرة الكالسيوم هو اللي قاعد والسوديوم نزل حسب الكمية الكاترة تغلب الشجاعة زينا بيقولوا كده يبقى أنيونيك إكس تشينجر والأنيونيك إكس تشينجر ده بيبقى الفكسي دي تشارج بوزتيف ريزين ماتريكس مسك فيها فكسي دي تشارج بوزتيف ولي بيبدل هو مين النيجاتيب أهو زي أدي الماتريكس ودي نار سري بوزتيف وو ايش هي دي بكاونتر آين أو الإكس تشينج بالآن اللي بيبدل تمام؟ واللي حضراتكم ده إكزامبل مسلاً استيشناري فيز علي كلورايد هو ده استيشناري فيز فيز كاونتر آين اللي بيبدل ده الاكتفي سبيشيز اللي بتبدل أهو نزلت عليها بسوديوم صالفيت اللي هيبدل السوديوم ولا الصالفيت إيه رأيكم؟ الصالفيت طبعاً لأن هي اللي عليها نيجر فيتشارج هتبدل مكان الكولورايد تقوم الصالفيت هي اللي تقعد على الرزن في غلطة هنا آه مفروض أحط هنا هو شرطة هنا صح والكولورايد تاخد السوديوم ينزله تحت آذ سوديوم كولورايد عايز أعمل ريجينريشن؟ آه أرجعه للصورة الإيه اللي كان فيها تاني هو حضراتكم كان صوديوم وحطت عليه الكولورايد وبقى الكالسيوم هو الإيه اللي موجود ونزل صوديوم كولورايد عايز بقى أرجع الكالسيوم ده مرة تاني أقوم حاطة صوديوم من فوق يقومي إيه رجعه للصورة الأصلية بتاعته طبعاً الإكسيتشينجرز اللي هو بيسموه الرزن اللي هو عبارة عن ميتريكس زائد تكسيتشارج زائد كاونتر آين أو اكسيتشينجابل آين زي ما قلنا ممكن يبقى كاتايونك أو أنايونك حسب اللي بيبدل ممكن يبقى الميتريكس نفسها أرجانيك أو إن أرجانيك واللي الإن أرجانيك دي بيستخدموها زي حاجة اسمها الزيولايت أو الكليز الطامي اللي كانوا بيعملوا منها القلة والزير والحاجات القديمة بتاعت زمان دي دي بيستخدموها للسوفتنج وفوتر وزيك يقولك مية القلة أو مية الزير معرفش انتوا تسمع عن الحاجات دي ولا لأ ده في الجيل اللي مثلا من خمسين ستين سنة كان الكلام دو موجود دي يقولك طعمها مسكر يعني إيه مسكر يعني أصل الزير والقلة والحاجات دي فيها صوديوم وبوتاسيوم فبتبدل مع الكالسيام اللي في المية لو المية فيها كالسيام وماجنيزيام وطعمها مش حلو وما بترغيش المية يعني هارد ووتر بتبدل تقوم تدي للول أو الجدار بتاع الزير والقلة ده تديله هو الكالسيام بتاعها والسوديوم والبوتاسيوم يروح في المية في المية تتحول من هارد ووتر إلى سوفت ووتر مليانة بالسوديوم والبوتاسيوم ودي اسمها وطبعا الكلام ده لو ادفانتج ودي اسمها لكن مش مهمة قوي بالنسبالي واللي الورجانيك اكس تشينجر اللي فاتت دول كانوا قيقين اورجانيك الورجانيك اكس تشينجر بيتكون من حاجة اسمها بوليس تايرين وبتبقى كروس لينكت باي داي فينيل بنزين دي داي فينيل بنزين مش مهم الاستراكشر بتاعها يعني ولا حاجة المهم ان في الاخر عليها بوسط فيتشارج او نيجر فيتشارج اللي برا اللي بتبدل هي المهمة هي اللي بتبدل والأساسها بينيه بنسمي الستشنر فيز واللي كتطبيقات للآينكس تشينج ممكن نعمل ووتر سوفتنينج يعني بنشيل الهاردنس اللي في المية يعني نشيل دي مهمة الحتة دي مهمة نشيل الكلسم والماجنيزيوم الموجودين عندي حضراتكم ونحولهم الى سوديوم ووتاسيوم وباستخدام سترونج كتاينكس تشينج ريزين واللي ده سترونج يعني بيبقى يبدل بسهولة وبقى عليه الآيون اللي بيبدل يبقى فيه سوديوم او بوتاسيوم يحلوا محل الكالسيوم ولماغنيزيوم او انك تشيل اي مينرالز سواء كتاينز او آناينز بان انت بتستخدم تو كولمز مرة تمرر السليوشة بتاعك على كتاينك ريزين يشيل الكتاينز اللي عليها بوسط بتشارج ومرة يشيل الأناينز علشان يبقى في الآخر مفيش لا كتاينز ولا أناينز واللي حضرتك انت ممكن ايه معرفش تعرفوا الحكاية دي ولا لأ لو انت شلت من المية الكتاينز والآناينز المية موصل جيد للكهرباء بدليل ان انت لو رجلك في الكهرباء او ايدك في الكهرباء وامتماسك الكهرباء حتتكهرب لو شلت من المية هذه الآينز هي دي اللي بتنقل الاصلة من الالكترولايتس وبتنقل الالكترونز في المية دي ما تبقاش بتكهرب حضرتك ويقعوا بتجربوا ايان طبعا اللي انا بقوله ده صح مليون في المية بس ما انا خافت حد منك وتجني ان يعمل حاجة كده ولا كده فانت بتمرر على ريزين عليه اتش فوزتيف ده الايون اللي بيبدل على الستشنري فيز فيشيل الكتاينز ثم واحد كولم تاني عليه او اتش نيجاتيف يشيل الأناينز يبقى انت عملت دي منيراليزيش انشلت المينيرالز او تعمل نيوتراليزيشن باستخدام كتاينيك وانيونيك اكتشينجر يعني في الاخرى هتطلع نيوترال موليكول تعمل سيباريشن الالكترولايت فروم نون الكترولايت الالكترولايت يعني حاجة لما بحطها في الالكتراليز تتأين لبوزتيف وانيجاتيف زي السوديوم كولورايد يتأين نون الكترولايت زي شجر مثلا او كاربوهدريت فانت لو مررت على ريزين مين اللي هيتمسك على الستشنري فيز مين اللي هيتمسك الالكترولايت طبعا والنون الكترولايت هيعدي من الكولام بدون ما يتمسك لانه مش عليه تشارج او ممكن تفصل الكاربوهدريت اللي هي نون الكترولايت والزير دريفاتيف بس ساعتها لازم هنعمل حاجة اسمها كومبلكسيشن ودي قصة تانية هنبقى ندرس الكلام ده لاحقا بعدين ان شاء الله تعالى احط على الشجر تشارج بشكل معين واعمله كومبلكس بحاجة معينة بحيث انه في الاخر يبقى عليه تشارج واقدره في سلوة عمل معاه زي اليورونيك اسد مثلا كده او الهيكسوزامين الحاجة القبل الاخيرة حاجة اسمها الجاز كروماتوجرافي والجاز كروماتوجرافي طالما قلت جاز كروماتوجرافي يبقى معناها ايه صح يبقى معناها ان الموبايل فيز بتاعي جاز ده موبايل فيز اي جاز بغض النظر عن نوع الستشنري فيز المتحرك اللي هو بياخد السامبل ويوديها على الستشنري اللي متحرك القطر اللي بياخد الناس يوصلها لمكانها جاز في الجاز كروماتوجرافي بيبقى عندي استوانة في لندر فيها الكاريير جاز او الكاريير فيز او الموبايل فيز اللي بيبقى عبارة عن نايتروجين او هيليم او ارجون احيانا كاربون دايكسايد في بعض الاحيان بس حالة سبيشيال كيس بندخله بفلوريت معين بنتحكم فيه من فلو كنترولر يخش هنا حضراتكم وبعد كده يبتدي ندخله على مكان اسمه الانجيكشن بورت يعني ايه انجيكشن بورت؟ يعني المكان اللي هناخد مايكرو سيرنج ندخل بيها السامبل بشارط ان السامبل دي علشان تقدر تتشال بالموبايل فيز اللي هو عبارة عن جاز لازم تكون في صورة هي كمان جيجيس او في صورة فولاتايل يعني انت وزنك سبعين كيلو تقدر تشيل قد ايه؟ سبعين او اقل فالسامبل عشان تقدر تتشال بالموبايل فيز اللي هو جاز لازم تكون هي بصورة جيجيس يعني لو المادة ما هيش بولاتايل ما نقدرش نحللها طب ماينفعش لا ينفع والله طب ازاي تحولها لصورة بولاتايل؟ تحولها لصورة بولاتايل فتقدر تتحول لصورة بولاتايل وتمشي مع الموبايل فيز على فكرة الفرق بين الصولد والليكود والجاز المسافات اللي ما بين البارتكيلز بتاعت او المولوكيولز بتاعت المكونة للمادة يعني لو المسافات دي قلت هيبقى صولد زادت هيبقى ليكود زادت قوي وبعد تبقى تمسافات متبعدة يبقى جيجيس في صورة غاز مهم دي السامبل بتاعتي وخاصة التكنيك ده بنستخدمه للاناليسيس بتاعت اي حاجة بولاتايل خاصة البولاتايل اويل عشان نعرف الكمبوزيشن بتاعها ولذلك ده تلاقيه في مصانع الصابون العطور في مصانع الأدوية لازم ده واحد من الأجهزة اللي لازم تبقى موجودة يعني التيل لسي والبيبر واللي مش عارف ايه مش لازم لكن الجاس كورماتوجرافي واللي بعديه هنقوله بعد شوية ده اللازم في اي مصنع أدوية لازم عشان كده لازم تفهموا الموضوع فالسامبل بتخش هنا مع الموبايل فيز يخشه فين هنا هو فين ده يا سيدي هنا هو الكولم الكولم اللي هو فيه الستيشنري فيز الكولم ده هنا فيه جواه الستيشنري فيز اللي هو بيحصل على تطعه السيباريشن سواء ده كان صولد او ليكود على بايل ما يعدي هنا يحصل ايه؟ فيه مواد من السامبل بتاعتي بتحب الستيشنري فيز ومواد لا ما بتحبش اللي ما بيحبش يخرج الاول بسرعة 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 ويطلع من هنا وبعد شوية يبتدي حضراتكم يطلع السامبل اللي ما يعني نص نص وبعدين السامبل اخر حاجة خالص تخرج اللي هي كانت بتحب الاستيشنري فيز تخرج في الآخر طب عرفنا منين هنعرف منين ان المادة دي خرجت من الديتكتور فيه هنا المادة اللي هتخرج وبيقوم ايه؟ كل ما تخرج مادة يقوم رسم لها ايه؟ بيك المادة تانية خرجت يرسم بيك المادة تالتة خرجت يرسم بيك وهكذا وده الفاينال كونكولوجين اللي عندي اللي بنسميه كورماتو جرام بصوا كده اهو يعني ركزوا معايا كده شوية اهو ده الموبايل فيز اللي هو الكارير جاز وبعد شوية هيبتدي حضراتكم اهو البومب دي هتتحرك اهو بتحرك وبعدين بحقن السامبل اهو لما بحقن السامبل بتخش السامبل عندي هنا وترسم لي الحكاية دي اهو هسيبه تاني كده اهو الموبايل فيز بيبتدي اللي هو الاستوانة دي واحقن السامبل حقن السامبل اللي لونها ازرق دي بدأت ايه تخش على الكولم الكولم بتاعي وكل مادة تخرج تمشي على الكولم يحصل سيباريشن ليهم بعدما كانوا طالعين 10-15 مادة 100 مادة يطلعوا لي واحدة ورد تانية الديتكتور ده يخدهم يرسمهم في صورة ايه اهو المادة اللي هتخرج تترسم بيك المادة اللي هتخرج تترسم بيك فين على الريكوردر بتاع الجهاز زي شاشة الكمبيوتر كده وده بنسميها الريكوردر نبص تاني بصوا كده ده نوع من الكرماتوجرافي بيستخدموه اهو اهو في الجهاز ده الموبايل فيز الكاريير جهاز زي الهيليم ارغو ناتروجين ده الستيشنري فيز جوة الكولم هنا ده شكل الجهاز فعلا اهو ده الكولم اهو ده هنا الديتكتور احيانا بيسموه فيم ايونيزيشن فيه ديتكتور ازتاني كتير هنا ممكن احط مش سامبل واحدة ممكن احط مئة سامبل يتحللو بالكمبيوتر اعمل كده وممكن اخلي يعمل واحدة بس هتخش اهو اه الموبايل فيز بيخش ويتحقن السامبل اهو الموبايل فيز بيخش هنا ويطلع جزء من السامبل تخش هنا وجزء يخش على الكولم يحصله سيباريش ففي نوعين حاجة اسمها splitting mode و splitless mode شو مهم اهو بالنسبة لحضراتكم الكولم في back the column او capillary column وده الموست كومولي يوز ال capillary column ده ال stationery phase بيبقى كوتت على الول من جوه هنا كده ابصوا بصوا المواد بصوا المواد دي السامبل داخلة ففي مواد حيبقى يوتد فرست وبعدين دي بقى وراها دي بعدين دي بقى وراها في عوامل كتير بتأثر على separation زي ال carrier gas temperature طول الكولم وهكذا دي المواد لما بتطلع هتروح فين عالdetector مش مهمة ال operation انا بقى ناخده بعدين letter on ان شاء الله في مواد اخرى تاني اخر ما طلعت المواد بقى هتروح فين هتطلع ترسم مواد هنا عندي اهو بالمنظر ده تديني بيكس على الكورماتوجرام واللي بنسمى ان المادة لما تطلع كده ده retention time يعني خرجت بعد وقت قد ايه يعني ده حضراتكم ال retention time ده يشبه جدا ال rate of flow او ال RF value اللي كانت موجودة في ال TLC او ال paper chromatography معايا حضراتكم ده كان ايه يشبهه كده المادة خرجت بعد وقت قد ايه وده يعرفني نوع المادة اللي موجودة عندي واللي زي ما قلنا في الموبايل فيز لو كان جاز بسميها جاز chromatography لو كان liquid اسميها liquid chromatography بغض النظر عن نوعية stationary phase لو solid بسميها absorption لو liquid بسميها partition واللي الموبايل فيز بيسموه carrier phase او moving phase او inert phase عبارة عن helium او nitrogen او argon او carbon dioxide اللي احنا شفناه المعرّج ده واللي دوّن عشان نزود الطول وده عادة يقيمة من الجلاس يا من stainless steel لكن مين اللي بيقعبار عن stainless steel و sometimes يقيمة من نحاس جوه فيه stationary phase بتاعي وبيطلع لحضراتكم chromatogram واللي chromatogram ده بيعرف او بيعبر عن المواد اللي اتفصلت واللي المواد اللي بتطلع لازم تبقى بصورة gaseous وهي دي اللي بتانتراغت مع الولف ده column في stationary phase وكل compound بيحصل له اليوشن في وقت مختلف عن التاني حسب حبه وكره لل stationary phase واللي بنسمي الوقت اللي هو طلع من zero time لحد ما طلعت المادة بتاعتي بنسميه retention time retention على فكرة احتجاز يعني قد ايه تنت المادة بتاعتي محتجزة جوه الكولم وبعد كده خرجت برة الكولم حاجة عندي في الكورماتوغرافي اللي هو high performance liquid كورماتوغرافي high performance او بيسموها sometimes high price او high speed او او ازو الكفاءة العالية او high pressure liquid كورماتوغرافي اتفاق كده liquid كورماتوغرافي يبقى stationary phase ولا mobile phase ولا liquid mobile phase صح احنا قلنا جهاز كورماتوغرافي يبقى الموبايل فيس جهاز liquid كورماتوغرافي يبقى الموبايل phase المتحرك liquid فسموها HPLC فH يعني high LC يعني liquid كورماتوغرافي ولكن ال-P دي حضراتكم denotes performance او price او pressure او speed liquid كورماتوغرافي ده الجهاز بتاع HPLC واللي فيه الموبايل phase اللي بيسموه ال-Eliwent واللي هذا الموبايل phase بناخده نشيل منه gases علشان لو سبت الجهاز دي هتعمل لي هنا هو حاجة اسمها noise زي دوشة كده شخبطة كده في الكورماتوغرافي بتاعي في الاخير سب نشيل منه الغازات لانه liquid ندخله على pump ده mobile phase دي gas وندخله على pump وهي دي اللي خلته HPLC high pressure under high pressure عشان تضغطه دي كأنها عاملة زي ماتور الميا كده بس طبعا حاجة اقوى بكتير جدا 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 ندخل mobile phase ونحق نسامبل تخش على column اللي فيه stationery phase هنا حضراتكم يحصل separation هنا ويخرج لمادة ورد تانية واللي بتخرج بتروح لي حاجة اسمها detector والديتكتور ده بيرسمها في صورة peak واللي يبصوا كده حضراتكم ده هنا بنتكلم عن الانسترومنتيشن بتاع الـ اتش بي اللي سي او ده الموبايل phase اللي ممكن يبقى مادة واحدة او ممكن يبقى مادتين وبعدين يبقى فيه هنا عندي ده الموبايل phase ممكن يبقى مادة واحدة فقط لغير او عادة بيبقى اكتر من solvent او موبايل phase liquid وممكن اخليهم بنسبة واحدة من البداية للنهاية زي ما هنعرف دلوقتي او ممكن اخليهم بنسبة تتغير باي time يعني احط من ده 30 و70 وبعد شوية خلي ده 20 80 10 اللي هنشوف الكلام ده بناخد الموبايل phase بنشيل منه الغازات وندخلوا حضراتكم نضخوا وبعدين بنشيل منه الغازات وبعدين نعمل له عملية mixing هنا في الحتة دي هاخد من دقة دقة حسب ما نعايز في بقى mixing unit اهو ده بيحصل فيه هنا mixing وبعدين يخش فين يخش على column column هنا الأول ده ده حاجة اسمها pre-column تنقي من اي solid particles ده مش column الاصلي ده مش column الاصلي ده حاجة اسمها pre-column او guard column guard يعني يحرص يحرص من ايه من العين يعني ولا هيخوفنا ولا ايه لا ده حضراتكم بيشيل اي solid particles موجودة ما انت شايفها بعينك هيشيلها هنا علشان اللي يعدي هنا بعد شوية على الكلام الاصلي يبقى مظبوط 100% اهو هيخش هنا حضراتكم على اهو هيدخل السامبل بتاعتي هنا مع الـ 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 ويخش على الـ 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 معايا حضراتكم ده اللي هيحصل في الـ هنا وده معمول من الـ عشان يستحمل الضغط العالي جدا اللي بيصل ل7000 PSI pressure per square inch gauge وهيحصل separation وبعدين المادة بتخرج بتروح لفين للـ والـ detector ده بيرسم الكلام ده حضراتكم هنا بيديني بيكس اهو بصوا كده ادي الموبايل فيز هيخش على باكيان بامبي تشده وبعدين اهو اي حاجة تشال غازز تتشان وبعدين هناخد الموبايل فيز ناخد النساء باللي احنا عايزين هنعمل لها ميكس هنا اهو هتخش يحصل ميكس وبعدين يخش هنا كده على يشين منه اي سولد بارتكلز اهو بيشيل اي كونتاميناشن اهو دي الحاجات دي كونتاميناشن بارتكلز موجودة وده الموبايل فيز الازرق ده حيمشي جوه نحقن السامبل هنا حضراتكم اهو مع الموبايل فيز ويحصل هنا السيباريشن اهو بحين السامبل بتاعتي اهو ده السامبل اهي اللي هي الالوان المختلف هدي ففي بارتكلز هتبتدي حضراتكم تنزل الاول اه دي ليس اليوت اه مور اليوت هتسيب اهي هتنزل اهي بصوا بقى هتلاقيها ايه مطلعها بيك على الريكوردر وبعدين الحاجة اللي هي هايلي اتراكتد تطلع في الاخر لو عايزين نشوفها برضو بشكل تاني بنتكلم اهو عنها اهو ده الجهاز ده دي اشكال مختلفة للجهاز ده شكل يعني دي جراماتيك كده للجهاز بتاعي هنا في ده الموبايل دي السامبل بتاعتي يا اما تبقى يعني اسيب الجهاز هو نفسه يحقن نفسه بنفسه ببرمجة في الجهاز عندي او ممكن اعملها يعني انا حقنها بنفسي ده هنا بتاعتمي اللي بيعمل المواد ده برضو ايه شرح اخر تاني عشان تفهموا الموضوع اكتر انا باخد الموبايل فيز واعمل ازاي بيتضغز زي البساتم بتاعة المطور العربية بالزبط كده بنشيل الدي زول بتجاز اللي فيها اي غازات موجودة فيها ونضغط وناخد الكلام ده نضغطه فين على ونوديه على الميكسينج هسألكم فيها استخدمت نسبة ثابتة 30 من هنا مع 70 من هنا طول البروسيديور اسمها ايزوكراتيك فاهمين حضراتكم غيرت النسبة دي باي تايم دي اسمها جريديانت اليوشن دي هسألكم فيها خلي بالكم منها يبقى انا لو النسبة عندي سابتة من البداية للنهاية اسميها ايزوكراتيك على فكرة يقول لك شركة مش عارف البيبسي فولانية حصل على شات الايزو ايزو يعني the same constant composition of the mobile phase لو غيرت الموبايل phase composition by time بصورة تدريجية بسميها جريديانت اليوشن اسمها ايه جريديانت اليوشن هسألكم في الكلاء وبصوا غيرت النسبة ازاي خليت 50 40 60 30 70 عكاس وبعدين هاخد الكلام ده حضراتكم احقن في السامبل اهو بعمل bumble solvent الاول يخش على الكولم وبعدين دي حاجة اسمها loop بحقن السامبل في اللوب وبعدين هحرك ده بصوا بصوا لاحظوا انا حتة دي بصت حركة ازاي اهو بحيس ان ايه البومب تاخد السامبل وتمشي وتروح فين اهو على الكولم اللي في station اللي بيحصل فيه عملية separation طبعا الكلام ده حضراتكم بما يعني باستخدم فيه اه حاجات كتيرة استخدمها عشان افصلها دخل على الكولم في الكولم ده هنا بيحصل عملية separation دخل الاول mobile phase وبعد شوية تخش السامبل واللي السامبل هتبتدي مواد منها ما تحبش الكولم يعني يعني بصوا كده المادة الخضرة دي ما بتحبش السشرا فيه ده قوي فتخرج في الاول واحد ما بيحبش المحاضرة بتاعت الدكتور رابح فتلاقي سلامه عليكم شكرا كتر خيرك مش عايزين نسمع منك تاني تمام فيهم ايه ماشي بعد شوية واحد قال لك بس يا دكتور انا رايح الحمام وبعد شوية في واحد بقى لا بيحب الدكتور رابح ده قاعد معاه فتلاقي خارج في الاخر خالص ما سابوش اللما ايه اللما خلص المحاضرة كلها وقاعد يسأل وقاعد يتصمر معاه ومش عارف ايه هو دي الطريقة بتاعت الفصل فاهمين حضراتكم طبعا انا عارف كلها تبقوا اذا المواد الخضرة دي تخرج من الاول خالص طبعا مش هيحصل انا عارف في الـ HPLC اللي بنسميها High Pressure Liquid Chromatography ببقى في High Pressure وده عشان يفصل المواد على فكرة لو حد منكو سألني طب ليه هنا استخدمنا High Pressure وما استخدمناه في الجهاز كل ما تجرى فيه اصل اللي هو في الكولم يعني لو رجعنا كده حضراتكم هنا كده في ده اهو الـ Particles دي بتبقى الـ Particles صغير جدا يعني ايه صغير جدا يعني صغير قوي طب وإيه يعني استفدت انا ايه ان شاء الله كل ما الـ Particles صغير كل ما السيرفيس اريا عالية طب وانا استفدت ايه بردو مش هو ده السطح اللي بيحصل عليه السيباريشن كل ما السطح ده يصغر آسف الـ Particles يصغر السيرفيس اريا تعالى يبقى السطح اللي بيحصل عليه السيباريشن اكبر يبقى السيباريشن افضل High Performance عشكيا سموها High Performance طب بس ده لو مشيت الموبايل فيس بالضغط العادي بالجرافيت العادية مش حيمشي فلازم نضخه Under High Pressure عشان كده سموها High Pressure تاهمين بقول ايه يبقى الـ Particle سايز هنا صغير جدا طب بقت السيرفيس اريا عالية بقى High Performance بالسباريشن بقى بقى كفاءة عالية لكن جيت امشي الموبايل فيس بالصورة العادية ما نفعش لازم ضخ ضخ Pressuring جامد جدا عشان كده سموها High Pressure وطبعا السولفنط المستخدمة لانها High Purity HPLC grade فبيسموها High Price وبسرعة عالية جدا عشان Under Pressure فبيسموها High Speed يارب تبقوا فاهمين انا بقول ايه واللي حضراتكم ده نهاية الجاز كروماتوجرافي شكرا جزيلا وان شاء الله نعمل افضل افضل ان شاء الله المرة الجالية حيبقى عندنا حاجة لطيفة جدا اسمها تيشو كالشر وان شاء الله ايه يبقى اخر حاجة عندنا في المنهج بإذن الله شكرا جزيلا سلام عليكم